موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وإنما كنتم تتابعون عبر شاشة تلفزيون فلسطين في برنامج متن الخبر الذي نأخذكم من خلاله في جولة موسعة لما جاء في أروقة الصحف الفلسطينية والعربية والأمريكية والعبرية حيث اشتركت الصحف الثلاث بخبر تحت عنوان الاحتلال يهدم روضة للأطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العزرية ويهدد بهدم منازل ونبدأ مشوارنا من صحيفة الحياة الجديدة التي أبرزت على صدر صفحتها الرئاسة تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية الأماكن المقدسة وتؤكد التزامها بتوفير مقومات الصمود للمقدسيين وأيضا سيد الرئيس نولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب ومن عنوان صفحتها الأولى الاحتلال يهدد بإخلاء منطقة اي وان ويهدم روضة للأطفال ومنزلا قيد الإنشاء المقدسيون يحبطون المخطط الاحتلالي لهدم مقبرة الشهداء وجدار بين مستوطنة بيت إيل ومخيم الجلزون وبناء مقطع من الجدار العنصري في أراضي عبد وأيضا العاهل الأردني والرئيس التركي يدعوان إلى مفاوضات سلام جديدة بجدول زمني واضح والحمد الله يؤكد التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع اتحاد المعلمين وفي صفحة السادسة عشرة ما قال تحت عنوان نتنياهو وقرار الحرب بقلام عمر حلم الغول حيث قال يسعى بنيمن نتنياهو لانتزاع قانون من الكنيست يخوله لإعلان الحرب دون انتظار موافقة أو مشاركة الكابنت المصغر أو الحكومة وهو ما يعني تكريس الصلاحيات في يده واختزال القيادة في شخصه وخنق آخر مساحة من الدموقراطية في دائرة الحكومة وتبهت دور أقرانه من الوزراء بما في ذلك وزير الحرب الذي من المفترض أن يكون صاحب الباع طويل في اتخاذ هكذا قرارات فضلا عن رئيس الأركان وقادة الجيش من مختلف تخصصات وأضاف الكاتب وهنا لا يجوز أن يستغرب أي مراقب المنح الخطر الذي تتجه إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي فرجل يعاني من جنون العظمة وتلاحقه قضايا الفساد ويتاجر بمستقبل اليهود والفلسطينيين والسلام على حد سواء لن يتوقف عند عقبة هنا أو هناك أمام طموحه الشخصي أضف إلى تماهيه مع لا دموقراطية ما يعني أنه ذاهب إلى أبعد نقطة لتعميق الدكتورية والعسكرتاريا في إسرائيل الأمر الذي يفرض على المراقبين عدم تقزيم قراءة هدف نتنياهو من السيطرة على قرار الحرب بتعبير آخر أن الأمر بقدر ما يسعى من خلاله لشن الحرب في الوقت الذي يشاء لقلب المعادلة والأوراق في المنطقة لحماية بقائه على سدة الحكم وفي الصفحة نفسها مقال تحت عنوان المشكلة أكبر من حل اللجنة الإدارية يا ريس بقلم حسن سليم حيث قال ما زالت حركة حماس رغم كل محاولات من تدخل لإقناعها تدير الظهر لمطلب حل اللجنة الإدارية التي شكلتها بديلا عن حكومة التوافق الوطني في اختصاص إدارة المؤسسات الحكومية حكومتي ظل وهذا ما يقول به الرئيس أبو مازن لإلغاء الإجراءات الأخيرة فيما حماس ما زالت تبقي على المطالبة بتوفير الشق المالي لتغطية نفقات الخدمات ورواتب موظفيها والواقع أن ما يقول به الرئيس أبو مازن ليس شرطا ولا بأي حال من الأحوال بقدر ما يقدم الرئيس مدخلا للمصالحات الجادة والحقيقية وهذا يعني بتقديري أن حل اللجنة الإدارية وحده يمكن لحماس أن تقبل به وحيدا دون أي تفاصيل وأضاف الكاتب أيضا إن ما سرح به إسماعيل هنية في حينه لم يكن سواء ضاء على شعار الحركة الأم الأخوان المسلمين ولفروعها في مختلف الأقطار العربية التي تعمل بذات العقلية والمنهج وان اختلفت الوسائل والآليات وليس أدل على ذلك من حرفية ما قاله راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية في مقابل أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط في أيار عام 2014 أي قبل شهر واحد من خطبة إسماعيل هنية إن حركة النهضة التونسية وإن خرجت من الحكومة فإنها لم تخرج من الحكم بمعنى أن ما قاله هنية كان تكرارا وتأكيدا لموقف الغنوشي أحد شيوخ الإسلام السياسي ومرشديه لينطبق القول فعلا بأنهم قارئون على شيخ واحد إنما سبق يا ريس لا يعني أبدا إننا غير طواقين معكم لإعادة لم الشمل الوطن بجناحيه لكنه التخوف من إعادة ارتطام أحلامنا بسخرات الخديعة مرة أخرى حيث إن اللجنة الإدارية ليست أكثر من نقطة في بحر مخلفات الانقلاب ولهذا فإن الغوص في التفاصيل بات بالغ الأهمية وإن كان يسكنها الشيطان لعلنا نتطهر وإلى الأبد من رجل ونجاسة الانقلاب الرجيم أكذا ننتهي من صحيفة الحياء الجديدة وننتقل إلى الأيام ومن أبرز عنوينها لهذا اليوم الحكومة الإسرائيلية مصادرة الأرض الفلسطينية عمل إنساني ومنصف لضائقة يعاني منها المستوطنون وأيضا من عنوين الصحيفة في ذكرى إحراق الأقصى الرئاسة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بحماية الأماكن الدينية والمقدسة ومنظمة استطانية تحرد على وقف العمل في طريق مدينة روابي وأيضا هيئة الأسرة لن يتم التصرف بجثامين الشهاداء المحتجزة حتى موعد المحكمة العليا وننهي صفحة الأولى بخبر تحت عنوان الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأقصى المبارك ننتهي من صحيفة الأيامة وننتقل إلى صحيفة القدس ومن أبرز عنوينها مواجهات في بيت لحم وهدم روضة أطفال في العزرية ومنزل في برطعة وأيضا الرئاسة تطالب المجتمع الدولي بحماية المقدسات في ذكرى إحراق الأقصى وفي أذنها اليسرى مقابلة مع البروفيسور سليم الحاج يحيى الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الجامعي حول عملية زراعة قلب صناعي في فلسطين أكذا ننتهي من جولتنا في الصحفة الفلسطينية فاصل ونعود أهلا المشاهدين والآن إلى العنوان الأبرز هو الاحتلال يهدد بإخلاء منطقة إيوان ويهدم روضة للأطفال ومنزلا قيد الإنشاء للحديث أكثر عن هذا الموضوع نصديف أسيد سهيل خليلية مسؤول ملف الاستيطان من بيت لحم أهلا وسهلا بك أهلا بك سؤالي ماذا يعني إخلاء منطقة إيوان على الأرض وماذا تريد إسرائيل من وراء ذلك يعني الموضوع شبه واضح يعني إسرائيل تريد فعلا المضي قدما بإعلان مخطط ليس فقط الإيوان ولكن كل تجمع معالي أدوميم ضمن منطقة القدس هي تريد فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة وقد بدأت إسرائيل بالفعل بعدة إجراءات على الأرض لاتخاذ مثل هذه الخطوة ومثلا منذ بداية العام تم اختار مثلا البدو السلقاطنين في منطقة تجمع الخان الأحمر وتبليغهم ب42 أمر هدم وبالإضافة إلى ذلك يعني هم يستعدوا لضم هذا التكتل الكامل إلى منطقة القدس وفرض قانون الضم والتسوية الذي تم الإعلان عنه وبالتالي هي بداية واضحة لتنفيذ مخطط القدس الكبرى بأشكاله المعروفة نعم في ضوء الهجمة الإسرائيلية من هدم استيطان هل فعلا بات مخطط إخلاء إي وان وشي كان فعليا هذا ما يبدو على الأرض يعني كل الجراءات التي تتخذ إسرائيل منذ مدة تشير إلى أنهم على استعداد وهم يقومون بخطوات فعلية ومطابقة على الأرض لإتمام مثل هذا المخطط يعني كما ذكرت أوامر الطرد وفعليات عمليات الطرد الهدم المتتالية التي تحدث من وقت إلى آخر كل هذا يشير إلى أن إسرائيل فعلا تتجه نحو هذا المخطط والإعلانات الصادرة من العديد من المسؤولين الإسرائيليين يشير إلى أن هناك جدية حقيقية في عملية الإعلان والضم لهذا التجمع الكبير كلام سليم سيد سهيل وبالتالي تراجع هذه الهجمة الإسرائيلية والمخطط نتيجة الانتقادات دولية كونه يهدف إلى فصل جنوبها عن شمالها بشكل كامل ومنع التواصل الجغرافي في الأراضي الفلسطينية ما رأيك بهذا الحل؟ يعني فعلا هذا المخطط يعود إلى أكثر من عشرين عام يعني هو ليس جديد على الإطلاق مثلا موضوع الإعلان عن مخطط الـ E1 أو منطقة معالي أدوميم ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن تغير في الواقع الجغرافي والسياسي على الأرض وإسرائيل اتخذت إجراءات من شأنها أن بحسب رأيها على الأقل أن تسهل من عملية الضم أما بالنسبة لموضوع الفصل الجغرافي أيضا إسرائيل باعتقادها أن اتخذت خطوات وعرضت مخططات من شأنها أن تذلل أي عقبات أمام التواصل الجغرافي بالنسبة للفلسطينيين طبعا هذا كله كلام في الهواء ليس له أي قواعد حقيقية في نهاية المطاف جغرافيا سيتم فصل الضفة شمالها عن جنوبها وإسرائيل ستتحكم بالتحرك الفلسطيني وهذا مما يعني يضع إمكانية أي قيام دولة فلسطينية ضمن هذا الإطار يعني في موقع صعب جدا نعم وبتالي سيد سوهيل كيف يمكن التصدي لهذه الإجراءات الاحتلالية وبشكل خاص هذه الهجمات الاستطانية على البلاد والمنطقة يعني الموضوع يعني ما يتم على الأرض من مواجهات من مجابهات من اعتصامات يعني كل هذا ضروري للفت النظر لما يحدث في المنطقة هناك ومناطق أخرى بشكل عام ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن عملية سياسية يعني ما يحدث في منطقة معالي أدميم أو منطقة شرقية القدس ليس بعيدا عن العملية السياسية برمتها يعني هذا بالعكس هو صلب العملية السياسية وصلب ما يحدث بشكل عام فبالتالي يعني الموضوع هو سياسي بامتياز أكثر مما هو قانوني أو بصدد الحديث عن مواجهات أمام الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم يعني هو ليس محاكم مواجهات أمام محاكم إسرائيلية أو قانونية هو موضوع سياسي بامتياز شكرا لك سيد سوهيل خبير الاستيطان في معهد أريج كنت معنا من بيت لحم شكرا لك مشاهدنا فاصل ونعود أهلا بكم والآن جولة في الصحف الأمريكية ومن أهم عنوينها التي تخص القدس المحتلة ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان الفلسطينيون ينتظرون رؤية واضحة من الوليات المتحدة في محادثات السلام وأيضا المعارضة الإسرائيلية تقول أن سيد الرئيس محمود عباس حاول استئناف العلاقات الأمنية مع إسرائيل ومن صحيفة اندي بندد اسرائيل توافق على مشروع 56 مليون دولار لزيادة إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس بما في ذلك الجدار الغربي وأيضا عنوان آخر من صحيفة اندي بندد دونالد ترامب لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في الوقت الحالي فاصل ونعود أهلا بكم مشاهدين والآن إلى القسم الأخير من متن الخبر حيث سنأخذكم في جولة جديدة في الصحف العربية وجولة في الصحف الأردنية مع الزميلة أروح حمد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأردن تصدرت عنوين الصحف الأردنية فعنوانت صحيفة الرأي قمة أردنية تركية تؤكد أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية الملك لأردوغان سنتمكن من التغلب على المصاعب وفي العناوين أيضا علاقتنا التاريخية الممتدة عبر سبعين عاما مصدر فخر لبلدين الزعيمان يحذران من ربط الإرهاب بأي دين الأردن هو تركيا الأكثر تأثرا بالأزمة السورية وعلى العالم دعمهما الرئيس التركي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وأخيرا كدولة وشعب تركي سنكون دائما وأبدا إلى جانب الأردن وفي العناوين العربية والدولية اعتقالات ودهم منازل في الضفة الاحتلال يعتدي على مقبرة تاريخية في القدس وعشرات المستوطنون يقتحمون الأقصى في ذكرى إحراقه القوات العراقية تسيطر على قرى قرب تلعفر المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في الرياض ولن تقل إلى صحيفة الدستور الملك والرئيس التركي يؤكدان عمق العلاقات جلالته سنتمكن من التغلب على جميع المصاعب أردوغان يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الملك ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان الشراكة الاستراتيجية والخارجية الفلسطينية تثمن المواقف المشرفة للملك في الدفاع عن المقدسات والأقصى وعربيا حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية تستهدف نشطاء المقاومة الشعبية الاحتلال يهدد بإخلاء إيوان وربط معالي أدميم بالقدس غرات روسية تقتل 200 داعش وتدمر 20 مركبة ودبابة بدير الزور وعبر تعبئة لعبة باربي وماكينة للحوم بالمتفجرات لبنان يعلن إحباط تفجير طائرة إماراتية ونكمل جولتنا مع صحيفة الغد الأردن الأول عربيا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابة الزعبي جاهزون لإعادة فتح تريبيلا ولافيروف نتواصل مع مصر والسعودية لتشكيل وفد سوري معارض موحد وأخيرا الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن لبرنامج متن الخبر أروى حمد شكرا لزميلة أروى وجولة أخرى في الصحف المصرية مع الزميلة نجوى يونس أهلا بكم مباحثات الرئيس المصري مع وزير الدفاع السوداني احتلت صدارات الصحف المصرية السيسي لا نتدخل في شؤون أي دولة ولن نسمح لأي مشكلة بالتأثير على قوة علاقاتنا بالخرطومة إلى الأهرام الرئيس يشارك في اليوبيل الماسي للمحاسبات السيسي يتسلم درع الجهاز ويشيد بدوره في ضبط إدارة أجهزة الدولة إلى المصر اليوم وزير الخارجية من موسكو مفاوضات عودة الرحلات وصلت مراحل متقدمة لفرف نقدر دور مصر في فلسطين وسوريا فلسطين بين الكتاب المقدس وعلم الأسعر الكتاب مترجم للمؤرخ السويدي هانس فورمهاجن ويناقش التضاد بين حكايات الكتاب المقدس ومكتشفات علماء الأثار خبر في الجمهورية 57 فريقا أمنيا يلاحقون إرهابي جماعة حسم في سبعة محافظات ضبط 47 مشتبها بتورطهم في أعمال إرهابية مؤتمر سيناء عاصمة السياحة الدينية لنشر ثقافة التسامح والسلام تحت هذا العنوان كتبت الأخبار أكد وزير الأوقاف أن المؤتمر يدعم ما تتسم به مصر من تسامح دينية وزيرة التضامن الاجتماعية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تدعو من الجامعة العربية إلى متابعة تنفيذ القمم العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب مصر تدعو لوضع تصور عربي لمحاربة الإرهاب الجامعة العربية ضبط الخطاب الديني والتعليم والثقافة لمواجهة التطرف أما الوطن وزير الثقافة بعد ترميم مصحف عثمان سننتصر على أحفاد قتلة بن عفان التصريح جاء خلال احتفالية دار الكتب والوسائق القومية بمناسبة الانتهاء من حفظ وترميم مصحف عثمان بن عفان بالدار أخبار اقتصادية سريعة أربعة بنوك مصرية تدخل قائمة أكبر ألف بنك حول العالم على ذمة CNBC ورويترز مصر جوهرة النيل لمستثمر العالم بعثة البنك الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر مهرجان الإسماعيلية الدولية للفنون الشعبية يبدأ بديفليل الفرق المشاركة خبر في الوطن افتتاح شارع مصر لعربات الأكل التجربة الجديدة من أجل تجميع المشروعات الصغيرة في شكل حضاري وأخيرا إلى الأهرام شباب مصر يحققوا الإنجاز ويتأهل لدور الثمانية في مونديال الطيرة بالقاهرة دمتم بخير نجو يونس القاهرة شكرا للزميلة نجوة وجولة أخرى في الصحف اللبنانية مع الزميلة زينة عبدالصمد أبرز ما تدولته الصحف اللبنانية اليوم 22 آب ورد في صحيفة الأنوار الجيش يضبط صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة من داعش في الجرود عن وقع قانوني السلسلة والضرائب بدء اجتماعا للمعارضة السورية في الرياض إسبانيا تؤكد مقتلى منفذ مجزرة برشلونة وأيضا في الأنوار سحققات أيلول والإعداد لها القوات العراقية تتقدم إلى تل عفر على ثلاثة محاور وتدمر شبكة أنفاق ننتقل إلى محطتنا الثانية صحيفة الشرق عن وقع السلسلة واستقبل أنصاري ثابتون بعدم التدخل في الشؤون العربية داعش أمام خيارين الاستسلام أو الاستسلامة المشنوق يواجه الحصارة المالية المعلومات أحبطت مخططا إرهابيا مروعا ونتابع مع الشرق عن إلى باريس أواخر أيلول والحرير أواخر الجاري حرب البلالين في عين الحلوة أوامر داعشية مباشرة وإلى وقفتنا الأخيرة مع صحيفة الجمهورية الجيش يستعد للضربة القاضية إردوغان عملية تركية إيرانية ضد الأكراد واردة حرب التماثيل في أمريكا لبرنامج متن الخبر زينة عبد السمد شكرا للزميلة زينة وأشكركم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة تيامن الله شكرا للمشاهدة